موسيقى السلام عليكم اهلا وسهلا متابعين الاعزاء في قناتي هيا نتعرف على تفاصيل حدث اليوم حيث اندلع في الساعات القليلة الماضية حريق في مستشفى الشهيد فيروز واصدرت وزارة الصحة العراقية اليوم الاحد توضيحا بشأن حريق اندلع في مستشفى الشهيد فيروز وقالت الوزارة ان الحريق الذي اندلع في مستشفى الشهيد فيروز بقضاء الحي في واسط هو حريق بسيط في مغزم صغير تابع لصولة العمليات وتم اخماده من قبل كادر المستشفى وحضور الدفاع المدني واضاف البيان انه لا توجد اي اضرار بشرية وانما مادية بسيطة مشيرا الى تشكيل لجنة تحقيقية من قبل الجهات المختصة لغرض محاسبة المقصر انوغد وذكر ان المستشفى مستمرة بتقديم خدمتها الطبية للمواطنين ولا يوجد اي توقف في عملها نسأل الله السلام حفظكم الله وارعاكم اعزائي المتابعين كان هذا نهاية خبرنا لليوم اشكركم على حسن المتابعة وارجو منكم الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو دمتم سالمين والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة